اولا الله سبحانه وتعالى عندما يقيض لعبد تمكينا في الارض يسلب التوفيق ممن يعادونه ان يقول الواحد منهم كلاما لا يمر بعقل عاقل فيقال فيصب في نصرة المظلوم والضعيف اشتركوا في القناة احسن القصص من اين جاءت هذه الجرأة لمرأة العزيز حتى تعرف في حضرة الملك والملأ الاعلى للدولة مصر نذاك كلها بانها روضت يوسف عن نفسه وانه لمن الصادقين وشهدت بها فتح واذا تسألنا من يوسف وهو عبد قد تم بيعه لها قد يتكلم الملك في امره والملأ الاعلى كله يقولون امين على كلام الملك ويخبرون هذا التحقيق الذي يشرفه بالفضوء هل لانه هو ملك عادل في نفسه ام هذا الهام من الله سبحانه الفعاله وان هذا دأب ملك دائما ام لا هل يجوز بملك ان يطلب الدنيا ولما طلب سيدنا يوسف عليه السلام من الملك قال جعلني على خزائق الأرض اني حفيظ عليم وزكى نفسه وكلنا يعلم في فيدينا الحنيب فلا تزكوا انفسكم هو اعلم من اتقى اسأل اخر كثيرا مطرحة مع حضرتكم على بساطة البحر لآتي الحلقة من برنامج احسن القصص مرحب بحضرتكم ومع المرحب وضعي بنا الكريم صاحب الفضيلة على الاعلامة وضعي الشيخ السلام عليكم يا مولانا السلام ورحمة الله تعالى وبركاته يا اهلا وسهلا اشراحة الانوار يا مرحبا بارك الله فيك نور نورك يا مولانا اعترف بالمعينيكم السلام بارك فيكم سيد الكريم يعتوقفنا في اللقاء المنصرم عند جرأة المرأة العزيز من اين اتت لها هذه الجرأة حتى تعرف امام الملأ كل وعلى رأسهم الملك بانها روادت نوسف عليه السلام وبرأته انه صاحب الفضيلة احمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم وبعد اولا بس ربما الالفاظ تأخذنا هو الملأ المحيطين المحيطون بالاي ملك او بعيدة القوم نعم لكنهم ليسوا ملأ اعلى ولانما الملأ الاعلى في الارض ممكن جائز يعني البلأ الاعلى قصدت هذا على فرار الصبر الاعلى يعني انباء مملكة في غير موضع خير وبركة الله يضع عليك مرفي اولا الله سبحانه وتعالى عندما يقيض لعبد تمكينا في الارض يسلب التوفيق ممن يعادونه ان يقول الواحد منهم كلاما لا يمر بعقل عاقل فيقال فيصب في نصرة المظلوم والضعيف هذا من ابواب النصرة ان سبحان الله امرأة العزيز اعترفت بالخطأ وانقادلت للحق ولكن الغريب ان تعترف اعترافا واضحا صريحا انا ارى انها مدفوعة ليس من نفسها ولكن لتبرئة ساحة سلالة النبوة هذا النبي الكريم ابن الكريم سيدنا يوسف عليه السلام لان تقول هي وفي قولها البراءة الفصل او القول الفصل في براءة يوسف فكأن الله وضع على لسانها هذا الكلام وربما ما فكرت فيه سبحان الله يعني الله ينصر عباده بالظالم الذي ظلمه والمفتر الذي افترى عليه ويعني سبحان الله العظيم يعني اذا اراد الله شيئا كان يعني والله اعلم انها هي ان كنا ناخدها من المحمل الحسن فضوح الدنيا اهوى من فضوح الاخرة وان كنا ناخدها يعني بمقصود حسن اخر هي تريد ان يعني تلقي بعيدا يعني تلقي التهمة بعيدا عن يوسف وتتهم نفسها احقاقا للحق وهذه تحسب لها بصراحة يعني تحسب لها يعني ربما يعني تستدر عطفا من الناس افضل مما لو كذبت واتهمت البريء يوسف عليه السلام نعم نعم جميل نعم هنا ظهرت براءة سيدنا يوسف وزفت اليه هذه البشرى فما الذي حدث في تضعيف هذا المشهد من مرصدكم الخاصة اولا اولا الله سبحانه وتعالى لما برئت ساحة يوسف وهو البريء من البداية ومما علق به من السنة الناس والاقاويل والاخبار والاشعار وما يثيره الناس سبحان الله العظيم هنا يعني من فضل الله سبحانه وتعالى اصبح يوسف ابن عقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم سلالة النبوة البريء الطاهر المستقيم الصديق سبحان الله الذي اولى للملك رؤياه والملك ينظر اليه نظرة احترام ونظرة اجلال ودائما والله حتى محمد ولدي العدو يحب ولدك الصالح ويحب ولدك المتفوق مع انه يكرهك يبغضك بس ابن فلان مستقيم بس ابن فلان يعني متفوق لانه يحب حب عقلاني ما فيه حب عقلاني وفيه حب قلبي طائش احيانا يعني الحب العقلي حب حقيقي الحب القلبي قد يكون طائشا في بعض الاحيان لانه حب القلبي قد يغطي قد غطى هواك وما القى على بصري يعني في القصة المعروفة لمجنون ليلى قيس كان يمر على اناس يصلون العاصر وهو رأى كلبا يخرج من عند ليلة فجرى وراء الكلب ليلمسه لمسة المباركة ربما يعني كان قد لمسته ليلة المهمة فجرى الكلب فلاحق به فغاب الكلب في الغابة او الصحراء او يعني وعاد كان المصلين انهو الصلاة قالوا يا مجنون تجد وراء كلب وتترك صلاة العصر قال سبحان الله لقد رأته عيني في دار ليلة قالوا هل هذا من العقل قال اولا اعيدوا صلاتكم قالوا نعم اعيدوا صلاتكم لماذا قال والله انا اجري خلف الكلب وما رأيتكم وانتم تصلون بين يدي الله وترونني اعيدوا صلاتكم هذه الصلاة هذه الصلاة فحب القلب يغطي البصر والبصيرة اما الحب العقل يرى الحقائق كما هي فكأن يعني سبحان الله العظيم اصبح الان سبحان الله يوسف المبرأ يعني مجهز تجهيزا خاصا يعني وضع الصفحة المضيئة للقصة المضيئة للكتاب المضيء للتاريخ المضيء المشرق الذي قيد الله له يوسف عليه السلام نعم جميل هنا يعني زفة البشرى الى سيدنا يوسف وخرج من السجنة هل يليق بنبي كان كلف بالنبوة في هذا التوقيت نعم 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 هل يليق بنبي ان يطلب الدنيا ويقول اجعلني على خزائد الارض ويزكي نفسه اني حبيض عليم هذه ليست تزكية لا هذه ضرورة يجبها الشرع على صاحب الكفاءة كيف كيف طائرة او شكت اغشي على قائدها قبطان اغشي عليه حصل له حالة اغماء عنده سكر اغماء وصارت الطائرة بدون قائد وبين الركاب طيار هل في هذه اللحظة يقول لا لا ممنوع التزكية لا 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 ائتوني بكاس من الشيء اشربه او شيء بارد اهدأ به انا لسته انا لا اتقدم لان هذه تزكية ما الذي يجب على الطيار الراكب ان يصنعه ها مقدم للقيادة فورا بدون مقدمات سبحان الله فالذي صنعه يوسف هو هذا الطيار الراكب كي ينقذ سفينة المجاعة وسفينة اه يجعل سفينة النجاة ويجعل مصر ملاذا للبلاد التي تحيط بها كي يدير الازمة الاقتصادية قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ علي سبحان الله ليس التزكين مع مقارنة بسيطة بسيدنا محمد عليه السلام حدما قابله الرجل وارتعدت في رئيسه قال لا نبي حون عليك ان ابن مراكب ده يكون قديدة في مكة ولم يفتخر بكونه حفيظ عليم يوحى اليه نبي هنا هذا تقديم لوظيفة فعندما تتقدم لوظيفة لذب ان تظهر السيرة الذاتية وانا السيرة الذاتية هو حفيظ اي رجل امين عليم يعلم اليات الاقتصاد والسقف الاعتماني والعرض والطلب واسلوب المجاعة وادارة الازمات وفن ادارة الازمات فلابد ان يعلم الملك وده الملك لازم ان يقدم للملك السيرة الذاتية اما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو القائد والنبي والرسول والخاتب يهدئ من روع الرجل كي يظهر تواضعه صلى الله عليه وسلم شتان ما بين الموقفين هذا موقف وهذا موقف واند اتحاد المواقف تحدث المقارنة وعندما يكون الموقف مغايرا لا يجب ان تكون هناك مقارنة يعني هنا هل قرت عين سيدنا يوسف بانه تباوى مكانة عالية في مصر خصوصا انه القي في الجب وتم بيعه وشروه بثامن بقص ورود عن نفسه في القصر وزود جبيه في السجنة هل هدأ نفسا وقر عينه هؤلاء القوم لا يقرون الا بما يرضاه لهم رب العباد عز وجل فهم في البلاء عباد لله وهم في الخير وفي السراء عباد لله وهم في الضراء عباد لله في المرض عباد لله الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني فاذا في كل الحالات هو رباني النزعة يرضى هنا ويرضى هناك يرضى ساعة الضيق ويرضى ساعة الشدة لانه يعني طالما انه رباني فهو عبد لله ملك من ضمن املاك وملك الله والمالك يتصرف فيما يملك وهو جندي في الجيش من كان في الساقة فهو في الساقة ومن كان في المؤخرة فهو في المؤخرة ومن كان في الميمنة اينما وضعه رب العباد عز وجل واستخدمه فهو مستخدم لطاعة الله عز وجل في السجن كان محسنا وفي الجنب كان محسنا وفي القصر كان متعففا وامام الملك ايضا كان محسنا ففي كل الحالات هو يوسف عليه السلام ولذلك نقول لكل انسان كن انت ولا تتغير مع تغير الزمن جميل بارك الله فيكم كيف هي الله سبحانه وتعالى الكون لكي تتحقق رؤيا سيدنا يوسف خصوصا اذا حدثت هذه المجاعة التي ادار ازمتها في مصر الله عز وجل اذا اراد ان يعني ينصر انسانا قد يوقف له الكون كله وقد سبحان الله انظر الان من الذين يصلون خلف امام الحرم المكي والحرم المدني وناس كنا ونحن ندخل الى الحرم لا قد لا يلخ الكثير منا بالا لهم وهم ينظفون الاروق وينظفون الحرم وخارج الحرم هم الفائزون الان وحدهم سبحان الله بان يصلوا خلف الامام خمس صلوات فكأن رب العباد يقول ايها اياتها النخبة اياتها يا من تملكون الاموال يا من تقول المناصب تأخروا ليتقدم هؤلاء الذين تواضعوا لله فبواءهم الله عن طريق كورونا الذي لا يرى مكانا عليا كي يعاد التوازن الى الكون مرة اخرى نعم سبحان الله العظيم هنا حدثت المجاعة واتى اخوة يوسف لكي يميروا او يأخذوا بضاعتهم من مصر صف لنا هذا المشهد اول اللقاء كيف كانت حالة سيدنا يوسف وهل عرفه اخواته وان لا وجاء اخوة وجاء اخوة يوسف فعرفهم رغم مرور السنين كيف عرفهم وكيف كان ممرت عند السنوات يعني اولا نور النبوة منذ ان رأى الرؤية بجوار سريري وفراش ابي وهو يخص عليه اني يعني رأيت احد عشر كوكبا تظل نور النبوة والنجابة والفطانة والذكاء في مخايل يوسف الى ان يلقى رب العبادة عز وجل فعرفهم وهم له منكرون لان سبحان الله يقولون الحاسة السادسة اخواننا في الانسانية في الغرب المؤمن يرى بنور الله اتقوا فرسة المؤمن فانه يرى بنور الله سيدنا يوسف عرفهم الله عرفهم اليه وعرفهم وهم له منكرون اما انهم فعلا لا يعرفون واما انهم لا يخطر ببالهم ابدا ان يكون الجالس هذا عزيز مصر يوسف الذي القوه في غيابة الجب يعني لا يخطر لا يخطر للحاقدي على بال ان ينجو المحسود والمحقود لانهم ينسوا انه في كنف الله ومن كان في كنف الله لا يضيئ عرفهم وهم له منكرون نعم نعم سؤال استطراب جانيبي كيف يولي الملك انسانا غريبا عنه بالنسبة له تم بيعه وشرائه يعني هو عبد هذا المنصب الكبير لادارة مصر التي تعدل ادارة الارض جميعا اولا هذا ملك ذكي ذكي الفؤاد ذكي عنده ذكاء عقلي ذكاء مجتمعي ذكاء اداري فرأى في يوسف من النجابة ما يستدعي ان يكون هذا الخبير الاجنبي هو الذي يتولى كرسي الوزارة والوزير الاول ورئيس الوزراء وزير الاقتصاد يمسك الخزانة وزير الخزانة هذه المواصفات لا توجد في احد من حاشيته وهو رجل الملك يدير امر مملكة ضخمة كمصر في هذا الوقت كانت من الاوائل في العالم فسبحان الله لا بد ان يختار لها افضل الناس افضل او احسن الناس والحقيقة يعني المصريين عندهم هذه الروح العجيبة ان يعني يرحبوا فيها بالغريب فلا يشعروا بغربة حقيقة الامر هذه ملكة عند الشعب المصري فالرجل يبحث لشعبه عن الخبير المختص وكان يوسف وكان يوسف وبعدين الملك لا يختار من ذاته الملك لا يختار الملك يحقق اختيار الله ويحقق مراد الله ويحقق قدر الله ويحقق قضاء الله ويحقق قضاء يا يوسف انت سوف تتبوأ مكانا ويجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الاحديد ويتم نعمته عليه وهذا من اكمال النعمة يعني ليس القرار قرار ملكي لا القرار ملك الملوك على لسان الملك يعني اذا جز التعبير جميل يعني من الطبيعة والمفترض ان يكيد الانسان لنفسه ولكن الله سبحانه وتعالى قال كذلك اكيدنا يوسف كيف اكاد الله تبارك وتعالى لسيدنا يوسف ومن الذي تم حالة مقابلة اخوته ما تدبر لهم اولا اولا رب العباد عندما يكيد العبد انما هي ارادة الله الغالبة وقهر الله وهو القهار سبحانه وتعالى الذي يقهر العباد على مراده لا على مرادهم فرب العباد يكيد لعباده المؤمنين وكيد الله عز وجل يختلف عن كيد البشر كيد البشر لف ودوران وخداع ومؤامرات ودسائس وكلام في الظلام بالليل كالخفافيش من وراء ستر اما كيد الله فإحاطة وشمول وتدبير وتيسير لعباده المؤمنين هذا الامر كله لا يستطيع يوسف ان يكيد لنفسه هذا امر فوق طاقة البشر وانما رب البشر سبحانه اراد ليوسف خيرا كذلك كدنا مش كذلك كدت انا لا كدنا بلفظ العظمة ليوسف سبحان الله هذه المكيدة وهذا الكيد انما هي إحاطة وشمول بكل ما يجري في هذا الكون والذي كاد له هو رب العبادة سبحانه وتعالى فكأنما يوسف توكل على الله حق التوكل فكانت ارادة الله عز وجل ان يكيد له وان ينتصر له كذلك كدنا ليوسف سبحان الله فتمكن من هذا المكان اجر الله القرار على لسان الملك سبحان الله العظيم فالله سبحانه وتعالى عندما يريد امرا انما يقول له كن فيقول نعم ما هذه المكيدة سيد الكريم التي دبرها الله سبحانه وتعالى لكي يأخذ يوسف اقاه ويرجع اليه ابوه وامه المكيدة من اولها ان يلقى الحسد في قلوب اخوته فيقضوه القوف الجب ثم المكيدة ان تأتي السيارة فتأخذ يوسف وان تبيعه بثمن بخص وان يشتريه عزيز مصر وان تراوده امرأة العزيز وان يدخل الى القصر ثم الى السجن ثم يخرج من السجن برؤية الملك التي رآها ثم بعد ذلك يؤول الرؤية ثم تظهر براءته ويخرجه الملك ويجلسه على الكرسي وعلى العرش ثم بعد ذلك يأتي اخوته نتيجة هذه المجاعة التي ضربت العالم كله المحيط بمصر في هذا الوقت هذه كلها تسيرها تنسجها يد القدر يد القدر تنسج ان لله يدا تعمل في الخفاء فدعها تعمل ولا تتعجلها اياك ان تتعجل يد الله الله سبحانه وتعالى يستجيب للعباد في الوقت الذي يريده هو لا في الوقت الذي تريده انت وعلى الطريقة التي يريده وهو لا على الطريقة التي تريده انت كذلك كدنا ليوسف منذ البداية حتى النهاية لانه مع الله تمام هنا سيدنا يوسف يعني قال لفديانه ازعالوا بضعاطا في رحالهم يعني ودبر هذه ماذا نطلق عليها يعني هذه الحبكة الدرامية هذه الخطة اللي كي يستأثر بأخير ما هذه الخطة وهل يريق بعزيز وبملكة ودبر نفس هذه النبوة لا هو يضع حجر اساس الاتيان بآل يعقوب وبني اسرائيل الى مصر فيبدأ بالتمهيد وسياسة النفس الطويل ونحن العرب الان لا نفس طويل عندنا ولا نفس قصير اخواننا في الغرب في الانسانية عندهم النافس الطويل والطويل والطويل سبحان الله سيدنا يوسف اخذ هذه الروح من بيت النبوة ان سبحان الله يخطط وينظم كما كاد الله له فيبدأ يخطط بقضية ان يرد البضاعة التي اتوا بها الى رحالهم لعلهم يعرفونها حتى يرى مسألة يعني الكيد عن بوعت او الترتيب عن ارادة الهية وعن توفيق الهي وعن رب العباد الذي يجعل يوسف آلة من آلات هذه الترتيب نعم نعم تمام جميل هنا يعني حدث ما حدث وذهب اخوته الى ابيهم وطلب منهم سيدنا يوسف ان يأتوا له باخر من ابيهم الم يسألوا انفسهم كيف عرف هذه المعلومة والله سبحان الله العظيم هو لما اكرمهم واكرموا وفاداتهم وتحدث معهم طويلا ويبدو ان هم بدأوا يعني يتكدموا مع حاشية يوسف وان لنا اخ وطبعا يعلم ان لو اخ ولكن هم بدأوا يعني سبحان الله اما ان يخبر يوسف ان لهم اخا اخر يتكافر منها شعر الله انت عشر اخوة انا احنا لنا كمان اخ تاني تعرف طبعا بطبيعة الناس في التعارف يعني لا لا احنا لنا كذا ذا كان العرب زمان يعني يحسبوا الاموات الذين ما يتفخروا بهم يعني ولينا سبعين قبر ولينا ميت قبر يعني حتى زورتم المقابر فيبدو يبدو الكرعانيين اه يعني اخذوا هذه عن العرب فالمهم يقوئ سواء هم تحدثوا او ان يوسف عليه السلام هما ما ذالوا في ذهولهم يعني محمد ولدي لما ربي العباس وتراهم ينظرون اليك وهم ليبصرون هما لو دققوا النظر لكن هيبة الملك ونسيان قضية يوسف ويقينهم ان خطتهم قد نجحت ثياب الملك بالعرش بالتاج بالحراسة بالأبهة وبعدين جايين في حالة المسكنة يعني الانسان في حالة الضعف او في حالة الهم او في حالة الضنك يعني امونا عائشة خالت بكيته ثلاثة ايام لم يرقى لي جافل في حديثة الافق حتى اردت ان استشهد يعقوب نسيت اسمه فقلت بوالد يوسف نسيت اسم يعقوب وهي الحافظة لكتاب الله فهم في هذا الموقف في هذا الموقف مش ممكن يكون هذا يوسف وبعدين يقول لك ايه اللي عرفه يا عامل يقول لك ده جهاز مخابراته قوي ده عارفين كل حاجة عننا ده عارفين الدي ان ايه ده عارفين البصمة الورثية الخريطة الجينية ايه سبحان الله فالله سبحان الله اكتشفنا في كورونا هذا انا لحد عرف حاجة ولا حد يعرف شيء المهم يعني باجاث فسبحان الله فهم عندهم يعني تعمية تامة ان يكون هذا يوسف مش ممكن يعني اقتوني لكم اقتوني باخر لكم من ابيكم سبحان الله مش اقتيني باخيكم اللي من ابيكم لا لما يقول ايه مررت بولدك بولدك غير لما يقول مررت بولد لك تختلف صح او لا لما اقول لك مررت بولدك ده معرفة يبقى انا عرفوا يبقى انا عرفوا كده يتير الشفا اكتر ها يقول بقتينوا باخيكم يبقى كده الله تعرف ان لنا اخ لا باخر لكم من ابيكم نكرها شوي باخر لكم مش تقيق لكم يعني باخر لكم من ابيكم طبعا هم من يعني عمي عليهم وغمي عليهم لكن يبدو هذه لما راحوا لابيهم كأنها شفرة اه يعني مخابراتية من يوسف لابيه ها لان يعقوب اه يعني يعقوب ذو علم اللي ما علمناه وبعدين يقول الله هو اكرم اولادي وبعدين عايز اخ لهم من الله يكون هذا يعرفني معرفة جيدة او يعرف يوسف الذي ضاع مني او يعرف العائلة او ربما يكون يوسف نفسه يحيي الامل بنسمة لطيفة عند ابيه يعني كأن يلقي رسالة سرية الى نورانية الى سبحان الله الى اه الى ابيه يعني الا ترون ان يقوف الكير وانا خير المنزلين انا خير المضيفين انا اكرمتكم وعملتكم انت مش واغدين بارك ولا ايه بس هتولي بايه يعني باخلك طبعا هذا ليس منن لا هو لا يمن عليهم لا بس هو بيحثهم على الاتيان باخيهم عشان يحطوا حاجة الاساس لان يأتي قالوا يعقوب بعد ذلك يعني يعني هنا نقطة هنا نقطة يعني خلينا نعود للخلف بعض الشيء يعني ابناء سيدنا اسرائيل اه اخوة يوسف قالوا جئنا ببضاعة مزجاة فاوفي لنا الكيلة وتصدق علينا اننا نراك من المحسنين يعني كيف تساول لهم انفسهم مثل هذا الطلب بضاعتهم مزجاة ويطلبون افاء الكيل ويمدخون الملك وهم لا يعرفون بني العمومة يجيدون التسويق وحسن العرض لا ننكر هذا هو معه بضاعة مزجاة يعني ايه لا قيمة له عند المصريين لا قيمة له قد عبارة عن عزق الله جلود ونعال ونقول احنا المصريين عزق الله شباشب او خفاف او اه مركوب يعني بهذا المنطق نعم نعم اه اه يعني مش حاجة قوية يعني مش حاجات رهيبة لا بضاعة مزجاة او ظهروا بالتقدم المصري العجيب ده احنا ما عندناش حاجات زي اللي عندكو دي احنا جايبين بضاعة مزجاة اولا هي قليلة لا توافي ما نساوي ما نأمل ان نأخذه الى ارضنا ارضك نعم اما قليلة او لا تسوي شيء اوليسك جيدة خلاص وبعدين انت محسن انت رجل محت ضيفتنا واكرمتنا وانت لا تعرفنا او لا غير بعدما انت محسن خلاص بقى احنا طمعنين في كرمك من الاخر كده بالعامية يعني ما اطمع في كرمك سبحان الله ها يعني شوف والله يا ولدي احيانا التاريخ ليس فيه ما قلت لك صفحة جديدة يعني اذكر ربما مرة من سنوات وان امرأ القيس كان خبيرا بالعولمة قبل التاريخ كيف يعني يعني يقولك ان الناس دول يختلعوا رؤوس نووية ويقتلون الشعوب البائسة المسكينة تمام وبعدين يشكلوا من عندهم من عندهم لجان حقوق الانسان لنصة الضعيف امرأ القيس التقط هذا الخير من قبل صناعته وقال لعنيزة فانت كذئب السوء اتقال مرة لسخل رأى والذئب غرثان مرمل السخل الجديد صغير كما تعلم اه انت الذي من غير جرم شتمتني قال متى ذا قال عام اوله قال ولدت العام برمت غدرة فدونك كل لا هنا لك مأكله فانت كذباح العصافير ذائبا عليهن بالذبح وعيناه من وجد عليهن تهمله فلا تنظر للعين تهمله بالدموع وانظر الى الكف ماذا بالعصافير تفعله يعني انت بتضغر على حقوق انسان تنقذني ضغر على قتلني وقتل اخويا الله انت بتضغر سبحانه فنفس القضية هم حتى وانشكوا ان لا يوسف طيب ايه اللي جاء بيوسف ده خلاص يعني احنا بضع مزجاة ولا تسوي شيء وانت رجل محسن واحنا عندنا مجاعة واحنا جايين طبعين في كرمك وقال لنا يعني كل المواصلات الله هو قلبه حنون من غير شيء بس هم كمان بيزيدوه حنانا وبعدين هز كريما يدينه لك اياك انت هز البخير البخير كالصخرة لا تحرك نعم تمام بارك الله فيك وعسنا الله وارك هنا لما طلب منهم ان يحضروا اخي لهم من ابيهم ضار الصراع بين الاخوة وكبير الاخوة رفض وقال انه لن يذهب لانه ذكرهم بقصة يوسف وخشي ان لا يأمنهم ابوهم على بن يمين او على اخ يوسف كيف رأيت هذا الموقف من نظرة الانسانية اولا اعتوني باخن لكم من ابيكم اه الا ترون اني اوفي الكيدة وانا خير المنزين هنا يعني استخدم اخوة يوسف نفس الاستوب القديم سنراود عنهم اباه فيش فايدة المراودة ورا يوسف ورا يوسف للأسف يعني والله سنراود يعني راودة امرأة العزيز يوسف وابناء العزيز وابناء العقوب سيراودوا اباه يعني يجبرونه على قناعة ليست عنده سنراود عنه اباه وانا لا فاعلوا والله نعمل اللي علينا سبحان الله احنا نرجع ونشوف فهنا سيدنا يوسف دسة الخباء الاثمان اللي جايبينها او الفضل اللي جايبينها او السعر اللي جايبينه او البضاعة نفسها ارجعها اليهم وبعدين ايه وضعوها في رحالة لعلهم يعرفونها لما ينقلبوا الى اهديهم ويرجعوا اليه المهم راحوا الى يعقوب وفجروا الطلب العجيب احنا مطلوب مننا ان سبحان الله ناخد اخانا بن يمين ونذهب الى مصر وعزيز مصر قال يعني لا كيلة لكم عندي ولا تقربون ما تدخلوش مصر تاني ممنوع تدخلوا مصر تاني ان ما كنتش هتجيبه اخوكم اللي من ابيكم ده لم يلتفت ايضا اخوة يوسف اهن الله ايه الطلب العجيب ده اللي عرفوا ان اذا اخونا من ابينا وليس انه اخانا من ابينا وليس اخا شقيقا ف سيدنا يعقوب تفجرت داخله عطفة الابوه هل امانكم عليه الا كما امنتكم على اخي من قبل معقولها انتو تاني هتكرر يعني يلدغ المؤمن من جحر مرتين انا اسلمكم بن يمين مرة اخرى وكما يعني ما امنتكم على يوسف من قبل يعني عرضوا عليه القضية والله يعني سبحان الله ادي الحلق امامك مفيش دخول مصر المجاعة مفيش اكل مفيش زراعة مفيش حبوب والرجل وعد ونزداد كيلة بعير ذلك كي نسد اهدا اسد التسويق ما شاء الله ولا تقول لي خبيجي هارفرد ولا غيره لا يعني يعني وبعدين فتح المتاعجن يا ابانا ما نبغي ولا نبغي اي شيء هذه بضاعتنا ردت الينا ونمير اهلنا ونحفظ اخانا ونزداد كيلة بعير ذلك كيلة من يسير خمس اشياء اللي مش موافق يوافق عجيبا عرض عجيب سبحان الله جدا توقف يا عقوب يعني لا لن لن ارسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله اه لا تأتنني به الا ان يحاط بكم لما السبل تتغلق امامكم نفرد دخل ارحته وقتلته ها سبحان الله نفرد دخل اه 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 ادخلوكم من المصريين اه اه مثلا في غياها بالسجون ولا شيء ولا لا يعني قد يحدث لكم امر انا لا املكه وانتم لا تملكونه هذا هو الاستثناء الوحيد بس عايز ايه موثقا من الله ها سبحان الله يعني انا عايز ايه موثقا من الله تدني موثق وعهد ان سبحان الله العظيم يعني لا اسلمه الا اذا يعني اعطيتوني هذا الموثق نعم هل كان مازال الامل مزروعا في قلب سيدنا يعقوب الامل بالله عز وجل بان يوسف سوف يعود له يعقوب لم يخب عنده الامل ده سبحان الله هو بن يمين كيف بلدت عيناه من الحزن فهو كريم لما ضاع ابناؤه الثلاثة نحن انت بنستبق الاحداث والولاية ضاع ابناؤه الثلاثة شوال ما بن يمين راح ودبرت له مكيدة الصواع وبعدين هم حكموا بحكم اه الشريعة الابراهيمية وماذا يحكم به يعقوب قالوا طيب ما جزاؤه ما وجد في رحله لما هو راح وراح عليه بن يمين سبحان الله اول ما دخل بن يمين عليه ورحل بهم اوى اليه اخاه وقالوا لا تبتأس اني انا اخوك فلا تبتأس بما كانوا يصنعوه خلي بعد المؤامرات وكيد اكيد يوسف بمنطق النبوة يرى على الشاشة ان اخوة يوسف ما زالوا يؤذون اخاه بن يمين بن يمين تركه يوسف في كنعان في ارض كنعان فلسطين وعنده سبع سنوات مره تلاتة وعشرين سنة بن يمين اصبح عنده تلاتين سنة متزوجه عنده خمسة اولاد وبعدين لما راح مع اه اخوته اوى اليه اخاه قاعد كل اتنين على مائدة وهو قاعد معا له اني انا اخوك انسه فلا تبتأس واصر اليه ان لا تخبرهم خلاص وبعدين كاد الى الحاشية وقال الصواع اللي بنكيل بيه سواء من الجلد او من القائش او غيره دي السوف ايه في يعاء ايه في رحل اخي في رحل ابن يمين ده بالذات هذا بالذات وبعدين فصلوا عن العاصمة الموجودة الان سواء هي منفة او غيرها وصلوا الى قرية من القرى هي اول مرحلة من مراحل الاستراحة عند القرية يجد المؤذن الذي لحقهم بمكيدة يوسف اياتا العير انكم لا سارقون اوبا الله اول ايه التهمة اقبلوا ماذا تفقدون في ايه قالوا نفقدوا صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا بيه زعيم انا ضامن لان ننديل كمان بعير زيادة عن الاخذة قالوا تالله ما جينا لنفسد في الارض احنا اولاد نبي وما كنا سارقين عمرنا ما سرقنا فبدأ باعوعياتهم ادام من ضمن المكيدة قبل وعاء اخي ثم استخرجها اي انه يعلم مكانها مش اخرجها ما هم اللي حطينها ما هم اللي وضعينها ثم استخرجها من وعاء اخي ها رجعوا الى يوسف هذا سبحان الله قالوا يا الله فبدأت البوادر السيئة الداخلي ايضا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل لا اله الا الله ما ذالت النظر السيئة ليوسف في ذاكرتهم والحقد ما زال في ذاكرهم والحسد ما زال يراودهم سبحان الله العظيم يعني يعني ان يسرق فقد سرق اخ له في قراءة فقد سرق فقد سرق عمت عمت يوسف اخت اسحاق الكبرى اختي عقوب الكبرى بنت اسحاق كانت اثيرة عند اخيها يعقوب فكانت تحب يوسف حبا جمه وكان يبات عنده فالما هذا يعقوب فقال له يا اختي انا جاي اخد يوسف ابني وهو صغير يعني قبل الرؤية لانه يحشني ليلا انا اريده في حضني قالت انا لا استطيع ان استغني عنه قالت طب ماذا نصنع قالت تركني للغد كان فيه اه حزام اه او نطاق اعطاه اه اسحاق لابنتي هذه فمنطقت به يوسف هو صغير تحت ثوبه وقالت ان ابنك يعقوب سرق مني شيئا فكشف وجدوا الايه النطاق بتاع ايه اسحاق عنده مع يوسف سبحان الله قالت ما حكمه في حكم بني اسرائيل الشريعة اليهودية في هذا الوقت سبحان الله اللي يسرق يتخذ عبد عندما انسرق عندما انسرقه والحمد لله للشريعة دي مش موجودة وإلا صار الغالبية عبيدة كان الغالبية عبيدة سبحان الله يعني كانوا اشتغل كثيرا كل موظفين نسأل الله اشتغل عندي رئيس مجلس الدارة او صحب الشارك لله الامر الحمد لله يا عفانا المهم يعني يسرق فقد سرق اخو له من قبل فاسرها يا الله على حلم يوسف ده العزيز وهو الثري والغني ويدوع العليا وبعدين المسألة تحت ايده وهم في بلده او يعني في البلد التي يحكمها كل هذا اسرها يوسف يا لحلم الله على عباد الله سبحان الله والله هذه كل كلمة من سورة يوسف معلم من معالم التربية تقولك تعالى اديك بس ايه محاضرة في التنمية البشرية يا عام تنمية التنمية لا تقال في اللغة عندكم الا عزق الله للحيوانات او النباتات صح وفي تنمية يعني اقول له واحد خلف خلف عشرين هي تنمية تنمية بشرية ايه تنمية بشرية استخدمها الغرب فاخدناها ترجمة التنمية الحيوانية اخلي القطيع ابو ميت نعجة اخلي مية وخمسين الميت كيلو موز اخليهم تلتمية ادي التنمية اما تنمي في البشر ازاي اعنى انت تستثمر في البشر تنمي ازاي يعنى الممى علينا فسيدنا يوسف سبحان الله من قبل لا 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 سرق 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 مع الناس يا ابني الناس عايزة تتهم اي حد فتبحثوا على اي كلمة يقول له تخيل محمد لما قابلني يقول له سلام عليكم يقول له اهلا يا عم محمد قال كده يقول له اهلا ده احنا كان عندنا صحة في الزمان عبر التسعين كان يقعد يقول لك قصص خيالية والناس كلها تبهر بيه يقول لك ايه وجلست مع الزعيم الفلاني سنة اه اربعة وخمسين وكان ماسك فنجان القهوة بيده الشمال وانا كنت حضرت يا عم انا هو زائج جالس هو الزعيم وانا كنت حضرت فسبحان الله والناس يقول له السلام ذاكرة تحديد والله ذاكرة تحديد ذاكرة خشب او الناس تحب تتهم الناس والسلام فهم مستعدين للاتهام عندهم استعداد للاتهام سبحان الله ان يسرق فقد سرق اخو له من قابل فاسرها يوسف في نفسه ولم يبديها له قال انتم شروا مكانا يا الله انتم ناس يعني بصراحة يعني شروا مكانا تخيل مش انتم شروا اخلاقكم شر لا انتم المكان اللي بتوجده فيه يوجد فيه الشر حيث ما وجدتم وجد الشر تخيل يعني اتهم خطير يعني المكان اللي بتوجد وجدتم في ارض كنعان خدتوني ورمتوني في الجب وجدتم الان استرقتوني وانا ما سرى سبحان الله قال انتم شروا مكانا سبحان الله سنراود عنه اباه الاول وبعدين ادي الموضوع السرقة هنا اسقط في يد الاخر الاكبر هم كانوا اخوة يوسف يبدو صقور وحمائم يعني فيهم من متجرب بداية الموضوع قال له خد احدنا مكانة يعني هو كان ياخده عبد لديه قال له خد احدنا مكانة لا هو مش مسالة عبد لانه هم واغدين من ثاخد اولاد نابوي يعرفون الموثق يعني ايه يعني يعني سبحان الله ده اخد عليهم موثق يعني الموثق انتم بتقوله في اللغة مصدر ميمي يعني ما عند المفعول موثق يعني موثق شديد بس انا اخشى محمد ابن العيال اولادنا خريجي المدارس اللغات والجامعات اياه يقول الله يعني ده ده مصدر ميمي من مصدر توتو راح فين لا مصدر ميمي في اللغة يعني مشكلة والله يا ابن مع المصيبة يعني انا انصح ابناء انصح زي بعض نضحك الناس شوية انصح ابناء الاعلاميين في كل البلاد العربية مش كل اعلامي في بلد يطلع يكلمنا بلهجة بلده يعني نتحد عن اللغة العربية كلنا يعني اللغة توحدنا واللهجات تفرقنا ما تخلينا في اللغة لغة القرآن ما احسنها الاخ الاكبر الاخ الاكبر لهم يعني سبحان الله حذرهم لا يعني 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 احنا عبونا وخل علينا موثق لان ابرح الارض ماظر نعم نعم نقطة بسيطة عم الله عليه سيدنا يوسف يعني طبق قانون السرقة المعمول به في ارضك العالم ام المعمول به في ارض بسر لا هو الدين لا يعلو عليه شيء الدين لا يعلو عليه قانون هو يطبق بالدين ما هو هو من ذكائه سألهم ما جزاؤه من ورد في رحله سبحان الله انتو عندكم في الشرع بتاعكم لان انتو ناس سياح واجانب وتجار ورجال اعمال وجين تستا سبحان الله الحق عندكم في القانون لان انتو مش مصريين ولا عايشين على الارض مصر عشان نطبق عليكم القانون انتو قانونكم ايه لان احنا قانوننا اللي يسرق ايه بقى عبد عند صاحب المال غال خلاص نطبق عليكم القانون فالزمهم الحجة وبعدين عند ما يلزمهم الحجة المخرج عايز يلزمنا الوقت حاجة صعبة ايضا مع البركة خير وبركة ان شاء الله ونكمل حلقة القديمة بإذن الله اقول الله اخوات ان شاء الله بارك الله فيك ندينا الكرام نشكر حضرتكم بسمكم وضعيكم صحر فضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ أستاذ الدكتور عمر عبد الكافي شكرا بارك الله فيك شكرا الله لك اهلا وسهلا بارك الله فيك وحتى ضماننا اخوان الجديد نستوضيكم الله شكرا لكم وستروا عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين